العين تقدم أبا الأنبياء أبا الأنبياء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء للأستاذ حسن شاهين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان يا من تستمعون إلى هذه الإذاعة الرائعة أرحب بكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي لقاء جديد وحلقة جديدة من أبا الأنبياء أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان له جهاد وكان له دعوة وكان له توحيد وكان له إيمان وكان له يقين وهو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل من نسله وسلالته الطيبة المباركة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت لكم أحبتي في كل مكان أننا وصلنا في اللقاء الماضي عند هجرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بزوجته هاجر هي هاجرت وقد ولدت سيدنا إسماعيل خلاص في يدها إسماعيل وهاجروا كانت ترضع هذا الغلام والطفل الصغير هاجروا من فلسطين إلى أرض الجزيرة العربية إلى الوادي الذي ليس فيه زرع وليس فيه طعام وليس فيه ماء وليس فيه شيء وحكمة الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهاجروا إلى هذا المكان بلا شك لإقامة البيت الحرام ولكن أيضا سارة حينما غادروا فلسطين بلا شك أنها شعرت بنوع من الارتياح لأن الغيرة الطبيعية التي ذكرتها لكم ونحن لا ننكرها على أي امرأة ولكن ننكر أن تكون الغيرة تسبب مشاكل لكن الغيرة الطبيعية فهي أمر مشروع سارة رأت هاجر ولدت وأتت بإسماعيل وأتت بغلام وهي لم تنجب بعد فبلا شك تصبح الغيرة هاجر إبراهيم بهاجر وبإسماعيل واتجهوا طبعا بلا شك أنتوا تتخيلوا المشوار ما هو مشوار سهل نهائي ما هو مشوار سهل نهائي جدا ما في طيارة ما في سيارة ما في كتار ولا في أي شيء آخر هي عبارة عن المشي والجمال والحر الشديد والصحراء القاحلة والمفاوز المهلكة واحتمال الهلاك الوارد نحن الآن ونحن في سياراتنا وفي مكيفاتنا والمسافة قصيرة جدا نتصبب عرقا ونشعر بحرارة شديدة للشمس ونتعب ونحن المشوار كل ما يأخذ ساعة ما بالك بهجرة كبيرة جدا من أرض فلسطين إلى مكة المكرمة طبعا ما كان في مكة يعني إلى منطقة مكة المكرمة وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي وصفه الله سبحانه وتعالى له ووضع زوجته هاجر ووضع ابنه إسماعيل وكان معهم طعام قليل جدا وماء بسيط جدا يعني يدو بكف يوم يوم ونص في أضيقه يعني في أوسع الحدود ثم استدار راجعا إبراهيم استدار راجعا وعائدا إلى أرض الشام وهاجر تتعجب بلا شك يعني هاجر أنا لو كنت مكان هاجر لا أعيش أصعب لحظات حياتي وتلك التي كانت منعمة وكانت عايشة في مصر في قصر الملوك في قصور الملوك ثم أهديت إلى سارة ثم أهدتها سارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم وإذا بها تأتي إلى هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء فيه ولا طعام ولا أنيس حتى بشر ما فيه وهم يقولوا في المثل جنة بلا ناس ما تنداس ما بالك صحراء وبلا ناس سبحان الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا لو كانت هاجر هي تتخيل المنظر بعد هذه السنين لو إنها بس رأت صورة مكة الآن لكانت تعجبت آمنت بالله فسألت إبراهيم إلى من تتركنا إبراهيم يمضي أين تذهب إبراهيم يمضي يا إبراهيم يمضي يا زوجي يا أبو إسماعيل أين تذهب ثم أدركتها رحمة من الله وسألت سؤالا مليء بالحكمة والذكاء قالت الله أمرك بهذا قال نعم لأن إبراهيم طائع لله سبحانه وتعالى قال نعم الله أمرني أن أفعل ذلك أن أتركك في هذا الوادي الصعب معاك ابني الصغير اللي حتى يدوب يحبي قال نعم فقالت هاجر تلك المرأة التي إيمانها أعتقد بأنه يزن يعني يمكن خمسين مليون ستين مليون مية مليون أكثر من البشر أكثر قالت قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا هي نأتي تعرف معنى كلمة الله هذه كلمة كبيرة بين قوسين ناخد قصة ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان نائما في وادي ومعلق سيفه صلى الله عليه وسلم في شجرة فاخترت السيف وخرجه من غمده وقال استيقظ النبي قال من يمنعك مني على أساس أنه يبغى يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني فنظر إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقال بكل ثقة الله فسقط السيف من يده فسقط السيف من يده الله كلمة كبيرة بس إحنا يا إخوة الكرام وأنا أولكم إحنا غلاب ومساكين إحنا غلاب ومساكين لا يعني نمتلك من من الإيمان ما يجعلنا نتفاعل مع هذه الكلمة العظيمة والله هي كلمة كبيرة فالتفت إليها إبراهيم وقال أناس الله أمرني وانا مترككم إلى الله قالت إذن لن يخيبنا الله ولن يضيعنا الله ولن يتركنا الله يا هاجر ما في موية لن يتركنا الله يا هاجر ما في زرع لن يتركنا الله يا هاجر ما في ناس لن يتركنا الله يا هاجر ما في حتى شجرة تستضل بها لن يتركنا الله يا هاجر كم تحملين من الإيمان ملايين الملايين الملايين من إيمان البشر إذن لن يضي عن الله ذهب إبراهيم وبدأت هاجر تعيش خلصت الموية وخلص الطعام الطعام الإنسان ممكن يعيش شهر من غير أكل الموية يومين ثلاثة ويحتاج الموية معها طفل صغير هي تستحمل إيمانها كبير لكن الطفل الصغير نتوقف عند هذا الحد ونكمل في اللقاء القادم كيف صنع هذا الطفل العظيم وهو صغير دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات العين العالمية زوروا موقعنا على الانترنت العين.com الهندسة الصوتية محسن الطرز أبى الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنة والسنة أبى الأنبياء عليك الصلاة وعليك السلام أبى الأنبياء ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ترجمة نانسي قنقر